طبقا لمعايير الجودة العالمية دي لقطات من افتتاح المستشفى واعتقد انه مبارح تبعنا يعني افتتاح مستشفى المنوفية العسكري كمان من ضمن المشروعات اللي الرئيس افتتاحها كان مبارح كان افتتاح اربع مدارس عن طريق الفيديو كونفرنس كان فيها مدرسة او شملت مدرسة الاسماعيلية الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ودي بنظام التعليم المزدوج وموجودة في قوسنا والمدرسة المصرية اليابانية في حضائق اكتوبر وشبين الكوم وبرج العرب والعاشر من رمضان النهاردة الحقيقة الكل بيتكلم على فكرة المدارس اليابانية وهي الفكرة طبعا اللي بقى اننا كتير بنتكلم عليها والحقيقة دكتور طارق شاويق بقاله فترة كان بيشرح في الفكرة نفسها يعني فكرة ايه فلسفة المدارس اليابانية وفلسفة تربية الاطفال بشكل مختلف وان الطفل يطلع معتمد على نفسه عنده متحمل المسئولية الفكرة مش بس انه يدخل احشي دماغه بالمنهج لا فكرة تربية وتعليم بحق زي ما احنا كنا طول الوقت بنقول فين التربية وفين التعليم كمان واستاذ احمد خيري